تعبأت المصالح المختصة على مستوى إقليم ميدلت بشكل قوي لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية ومتابعة حالة التمويل في الأسواق المحلية وكثفت اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة خلال شهر رمضان الحال زياراتها المتواصلة للعديد من نقاط البيع والأسواق المحلية بغية مراقبة جودة المواد المعروضة على المستهلكين لجنة الإقليمية للمراقبة قامت بتصطير برنامج مكتف للمراقبة يشمل مختلف نقاط البيع بالإقليم بالوسطين الحضري والقاروي بهدف تتبع وضعية تموين السوق المحلية من المواد الأساسية الأكثر استهلاكاً في هذا الشهر الفضيل وكذلك لمراقبة مدى احترام شروط الجودة والسلام الصيحية في المواد الغذائية والمنتجات المعروضة للبيع وكذلك لمحاربة كل السلوكات والممارسات التي من شأنها الإضرار بقواعد المنفسة وبقدرة شرائية للمستهلكين وشددت مصالح المراقبة في الإقليم من حملتها الميدانية الرامية إلى تتبع وضعية التموين ومراقبة أسعار المواد الأساسية لتفادي أي زيادة أو احتكار بسبب الظرفية المرتبطة بفيروس كورونا الحمد لله كي كاتشوفوا الجنارة كاتقون بالدور ديالها تقريباً مرات في الشهر ولا ثلاثة والحمد لله إحنا ديما أنا في مركز سوق الجمعة بطبط شارع مولايدريس كي كاتشوفوا را ديما كيخصنا نكونوا حاضرين باش من خلوشي الارتصامات السيئة والحمد لله إحنا راكنا نستفيدوا منهم كيجوا عندنا كيعطونا نصائح وخصنا نشاء الله ديما نكونوا عند حصن ديالهم فيما يتعلق بالأسعار لم تسجل اللجنة أي ارتفاع باستثناء بعض الفواكه والخضر وزيت المائدة حيث أن عمليات المراقبة المنجزة منذ بداية شهر رمضان المبارك على مستوى إقليم ميدلت مكنت من حجز وإتلاف 290 كيلوغراماً من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية